3 امتحانات تجربية لأول مرة في تاريخ السنوية العامة أنا محمد إبراهيم ودي قناتي لو أول مرة تشوف القناة أتمنى أنك تشارك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه لأول مرة في تاريخ السنوية العامة أننا هنعمل 3 امتحانات تجربية وده يرجع لحرصنا الشديد على مصلحة الطلاب وكمل كلامه لأن تحدث مشكلة لطالب واحد في امتحانات السنوية العامة وإننا هنجرب شبكة الانترنت والكهرباء ودي فرصة للطلاب لتجربتهم عمليا على الامتحانات وحنحدث التابلت علشان ما يحصلش أي مشكلة في يوم الامتحان وقال كامل أنه ركبنا أجهزة جديدة بتقنية عالية بالتعاون مع وزارة الصلاة وشريحة النت التي يجارها تسليمها مع التابلت هي التي ستدخل على الامتحانات فقط وقال طرق شوقي وزير التربية والتعليم أن يوم الثلاث اللي يجاي هيكون فيه اختبار قدرة الفايبر في المدارس والمدارس اللي مفهاش فايبر ما تنزلش يوم الثلاث ولابد من نزول يوم الخميس لتجربة الشرائح والامتحان الإلكتروني الأفضل بالنسبة للطلاب بالإضافة أننا نتبع صوبا علميا لمعرفة السيلفر ومشاكل الشبكات والعمل على حلها حتى لا يحصل أي عطل أسناء الامتحانات شكرا لكم متابعين القناة أتمنى أن الفيديو يكون أعجبكم وأتمنى أن أكتشاركم في القناة دلوقتي حالا أن تفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد ترجمة نانسي قنقر